السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم في الحقيقة النهاردة عندنا مواضيع غاية في الأهم نبدأ الفيديو على بركة الله تسريب مستشاري الرئيس السيسي يستوجب خروج مسؤول جوثيقا ومصداقية من رئاسة الجمهورية للرد على هذا التسريب وفورا فإن كانت الوقاعة مفبركة يجب نفي هذه الوقاعة وإن كانت الوقاعة صحيحة يجب إعلان إحالة كل الأسماء التي وردت في هذا التسريب إلى المحاكمة وذلك احتراما للشعب المصري ولعدم تضرر شعبية الرئيس في تطور خطير جدا جدا الصين تهدد أمريكا بعمل عسكري حاسم إذا ما حاولت الدفاع عن تايوان موتين يضع خطوطا حمراء لبيدن في ملف أوكرانيا وبيدن لا أقبل خطوطا حمراء من أي شخص أمريكا تعقد قمة عالمية للديمقراطية وتتجاهل كل حلفاءها من العرب المزيد من التفاصيل يرجى التكرم بربط أحزمة الأمان لأننا على وشك الإقلاع في رحلة لمتابعة هذا الفيديو فأهلا وسهلا بحضراتكم على متن طائرة رمضان أبو الليلة أهلا بحضراتكم في الحقيقة حضرات هناك تسريب يتم تداوله على كل وسائل التواصل الاجتماعي لمستشاري الرئيس السيسي التسريب عبارة عن مكلمة تلفونية بين لواف الجيش متقاعد يعمل استشاري في رئاسة الجمهورية وبين سيدة محامية تعمل استشارية في رئاسة الجمهورية يعني الاثنين مستشارين لرئيس الجمهورية وفحوى المكلمة التلفونية عبارة عن انحراف خطير جدا لمن يدعى أنهم استشاريين للرئيس وهذا الانحراف فيه استلاء على أموال المصريين وأموال سندوق تحيا مصر بشكل غير قانوني وغير شرعي وفيه تحايل كبير على القانون للكسب المادي وهذا التسريد طبعا تلقفته الجهات المعادية لمصر وكل المعارضين للنظام المصري وبدأوا يجودوا ويذيدوا في الانتقاد السياسات المصرية وعلى سبيل ما فيش فلوس للتعليم لكن الفلوس هي بتسري بالملايين من مستشارين الرئيس لذلك حضرات أصبح الرد على مثل هذا التسريب أمر حتم ويجب أن يكون الرد من مسؤول كبير وذو ثقل ومصدقية من رئاسة الجمهورية ويجب أن يكون الرد فورا فإن كانت هذه الوقائع مفبركة وجب النفل والبحث عن مصدرها لتحويله إلى المحاكمة أما إذا كانت الوقائع صحيحة فيجب إعلان تحويل كل الأسماء التي وردت في هذا التسريب إلى المحاكمة أيا كانت مناصبهم لأن لا أحد فوق القانون الرد أصبح حتميا وذلك احتراما للشعب المصري ولقطع الطريق على كل المرجفين لعمل بلبلة في الشارع المصري وكذلك لعدم تضرر شعبية الرئيس السيسي بأن مستشاريه يسرقون أموال المصريين بالإضافة إلى ذلك فإن الرد يبرد زمة مؤسسة وطانية غالية جدا في قلوب كل المصريين وهي مؤسسة القوات المسلحة فقد ورد في التسريب اسم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومن قبل ذكرة الهيئة الهندسية بشكل سلبي في فيديوهات المدعو محمد علي لذلك أصبح الرد ونفي هذه الوقاع إذا كانت مفبرقة أمرا حتميا وقوبيا ويجب أن يكون في أقرب وقت ممكن أما إذا كانت الوقاع صحيحة فيجب تحويل كل الأسماء التي وردت في التسريب إلى المحاكمة أن أحدا ليس فوق القانون في مصر وأن من ينحرف سيلقى جباؤه وأن الرئيس السيسي يحارب الفساد في أي مكان كان وأيا كانت المناصب والأسماء ننقل بقى للملف الثاني وفي تطور خطير جدا وغير مألوف الصين بتهدد أمريكا تهديدا عسكريا مباشرا بأنها ستستهدف القوات الأمريكية إذا ما حاولت الدفاع عن تايوان والمعروفة حضرات أن الصين بتعتبر تايوان جزءا من أراضيها وأنها ستحاول ضمها في القرير العاجل بالمقابل أمريكا بتعزز دفاعات تايوان وتعمل على حمايتها لذلك نشرت جريدة جلوبال تايمز النطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني قريرا قالت فيه أن الصين مستعدة لضرب القوات الأمريكية في المنطقة إذا ما حاولت الدفاع عن تايوان وجاءت هذه التصريحات مباشرة في أعقاب تصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بأن أمريكا تتعهد بحماية تايوان ولن تسمح أبدا للصين بغازل تايوان لذلك جاءت هذه التصريحات الخطيرة والقوية بأن الصين مستعدة بشن هجوم شامل وحاسم على كل القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة إذا ما حاولت الدفاع عن تايوان وحثت الصحيفة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان بغلق فمه الكبير وفقا لتعبير الصحيفة وعدم الإدلاء بأي تصريحات تجلب مزيدا من الإحراج لبلادي وقالت الصحيفة أن الصين متأكدة أن أمريكا ليست على استعداد للدخول في حرب مميتة مع الصين وأن أمريكا ليست بوسعها تحمل تكلفة الدفاع عن تايوان وأن تايوان ليست بتلك الأهمية التي تدخل أمريكا من أجلها في حرب عالمية في ملف آخر خطير جدا جدا وينبل بمواجهة محتملة كارفية وهو ملف روسيا مع أوكرانيا بوتين يضع خطوطا حمراء لبايدن وبايدن يرد أنا لا أقبل أي خطوط حمراء من أي شخص كان إيه بقى الحكاية؟ الحكاية حضرات أن أمريكا وحلف النيتو بيهدد روسيا بضم أوكرانيا إلى حلف النيتو وروسيا في عهد بوتين بلغت من الفتنة والذكاء ألا تكرر أخطاء الاتحال السوفيتي ولذلك بوتين وضع لبايدن وحلف النيتو خطوط حمراء بالنسبة لأوكرانيا فبوتين حذر بايدن وحلف النيتو من السماح لأوكرانيا بالانجمام إلى حلف النيتو وهذا يعتبر الخط الأحمر الأول لبوتين أما الخط الأحمر الثاني الذي وضع بوتين فهو نشر أي أسلحة نووية وسواريخ باليستية على حدود أوكرانيا مع روسيا أما الخط الأحمر الثالث الذي وضع بوتين لبايدن وحلف النيتو ورئيس أوكرانيا فهو قيام أوكرانيا بأي اكتياح عسكري لمنطقة دونتسك والتي يقتن بها سكان يحملون الجنسية الروسية وسكان المعلون لروسيا ويتحدثون اللغة الروسية وهنا بوتين حذر رئيس أوكرانيا بأن أي اكتياح لشرق أوكرانيا يضاهي أحداث سيربرنيتسيا في البوسنة والهرسق فهذا خط أحمر يعتبر بداية النهاية لأوكرانيا وحسب تصريحات مسؤول روسي بارز قال أن مثل هذا الإجراء فإن الرد الروسي لن يكون إطلاق رصاصة في الساق وإنما ستكون الرصاصة في الرأس مما يعني اكتياح روسيا لأوكرانيا بالكامل أما على الجانب الآخر فبايدين رفض الخطوط الحمراء التي وضعها بوتين له والحلف النيتو وقام بعمل اتصالات مع ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإنجلترا وذلك للتنصيق مع حلفابه وتعهد بأن يجعل الأمر غاية في الصعوبة لروسيا لعدم اجتياح أوكرانيا لكن في تقارير مخابراتية أمريكية تؤكد على نية روسيا اجتياح أوكرانيا عسكريا وحددت موعد الاجتياح في نهاية شهر يناير من العام القادم 2022 وروسيا حشدت ما لا يقل عن 175 ألف أوندي روسي ونصبت منصات السواريخ مما يؤكد مصداقية التقارير المخابراتية ويؤكد على نية روسيا لاجتياح أوكرانيا وحلف النيتو وأمريكا يخشان من اجتياح أوكرانيا بنفس الطريقة التي قامت بها روسيا بضم شبه جزيرة القر ووقف العالم بما فيهم أمريكا متفرجا وعاجزا عن القيام بأي رد فعل وفي الحقيقة أن الوضع الحالي بيقول أن أمريكا محتاجة تكسب روسيا في صفها للتفرر لمواجهة الصين وتقارير الخبراء بتقول لو أن روسيا اجتاحت أوكرانيا عسكريا فستقف أمريكا وحلف النيتو عاجزا عن الرد لأن روسيا على أتم الاستعداد للبهاب بعيدا لتحقيق الأمن القومي الروسي وروسيا تعتبر أوكرانيا من أهم مهددات الأمن القومي الروسي ننقل بقى على الملف اللي بعد أمريكا بتعقد قمة عالمية للديموقراطية ودعا بايدين 110 دولة من دول العالم لاشتراك في هذه القمة العالمية والتي أقيمت على مدار يومين 19 ديسمبر وتم عقدها افتراضية بالفيديو وبايدين عقد القمة دي لتنفيذ وعوضه الانتخابي التي تقوم على ثلاثة محاور وهي مواجهة ومجابهة النظم الديكتاتورية الاستبدادية في العالم ثم مكافحة ومجابهة الفساد ومحاصرته وتعزيز واحترام حقوق الإنسان لكن في الحقيقة القمة دي جلبت انتقادا لابعا لبايدين والأمريكا نفسها والجريب في الأمر ان النقد لم يأتي من الخارج فقط وإنما جاء من الداخل الأمريكي فمجلة ناشونال انترست الأمريكية تكتب التأريب بعنوان ان قمة بايدين الديمقراطية لن تجعل أمريكا أكثر أمانا هي قمة سازجة لن تخدم المصالح الأمريكية كذلك قامت مجلة فورين بوليسي بكتاب التقرير وقالت ان هذه القمة قد تأتي بنتائج عكسية على أمريكا وأن أمريكا ليست هي أفضل مكان لإحتضان هذه القمة حيث أن أمريكا حاليا تصنف في فئة الديمقراطيات المعيبة وذكرت أمثلة على ذلك بأن أحد الحزبين الرئيسيين في أمريكا كان يرفض نتائج الانتخابات الأخيرة وأن الرجوم على الكابتل ومجلس النواب ده يعتبر انقلابا على الحق وأن أمريكا تعاني من الصراع العنصري ضد السود وهذا يمثل اختراقا للديمقراطية أما بقى النقد الخارجي فده جه من كل حد وصال إلا أن أقوى انتقاد لبايدن وخدمته للديمقراطية المزعوبة جه منين؟ جه من الصين ثم روسيا الصين خرجت منها انتقادات لازعة وتصريحات على لسان أكثر من مسؤول لكن أقوى انتقاد خرج من المتحدث باسم وزير الخارجي الصيني واتهم أمريكا أنها بتضل العالم وتستخدم الديمقراطية كذريعة للهيمنة وفرض سيطرتها على العالم هي إحدى وسائل الحرب الباردة التي تزيد منها أمريكا وهذا ناتج من عدم قدرة أمريكا على مواجهة صعود الصين وأن أمريكا تنقصها الثقة وحسن النية مع الصين أما روسيا فجاءت منها انتقادات لازعة ضد قمة بايتين وقالت أن أمريكا بتحاول تقسيم العالم وبتهدد السلام العالمي وتحاول تقسيم العالم إلى معسكرين تبقى لرؤيتها وجاءت انتقادات أخرى من عدة دول مفتح أن أمريكا مصرة على نشر نموذج الأمريكي للديمقراطية بالرغم من فشح تجربة نشر الديمقراطية الأمريكية باستخدام القوة العسكرية في كل من أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا وأدت هذه الديمقراطية الأمريكية إلى قتل وتشريد الملايين من الأبرياء وتدمير العديد من الدول وأن الديمقراطية لا تفرد بل يجب أن تختارها أشعر ومن الجديد بالذكر أحضرات أن بايدن دعا لهذه القمة 110 دولة وتجاهل دعوت روسيا والصين والمجر كذلك تجاهل دعوت أي من حلفاءه من الدول العربية فتخيالوا أحضرات أن من الخليج والشرق الأوسط لم يتم دعوت إلا إسرائيل والعراق ولم يدعو بايدن لهذه القمة لا السعودية ولا الإمارات ولا مصر ولا قطر ولا البحرين ولا أين من دول شمال أفريقيا ولم يدعو من أفريقيا إلا أنجولا وفي نفس الوقت دعا دولاً مصاري الديمقراطية بها عليه تساؤلات كثيرة مثل الهند والبرز وبكده بنصل إلى نهاية أخبارنا النهاردة بالنهاية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم أمنه وأمانه على مصر والمصريين وأن لا ينزع عنا أبداً غطاء ستره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته